اشتقائي العساء صباح العنوار صباح السرور صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا ممشيت الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخ أبو عبد الله من أهالي بغداد منطقة أبو غريب يقول لي عمه والله ما دي واحدنا شلون يبدي بالحديث ويجار السوق قلت له منه من عندهم هو يعدنا جار السوق قال الكويت الكويت العربي الشقيق يقول لكويت ناشرين بصحفهم يهددون بفضح المسؤولين العراقيين الذين تسلموا رشاوي لبيع خور عبد الله يقول احنا نعتب عليهم هم مو عرب هم مو مسلمين احنا تشلنا قبل نتعاطف وياهم لما ذاك الرجال طب للكويت بليلة سودة عليهم يقول بدينا احنا نتعاطف وياهم زين هم ما يعرفون الراشي والمرتشي بالنار ليش يرشون ما يستحون ما يخجلون وين عروبتهم وين اسلامهم وين قال الله وقال الرسول وروي عن فلان وفلان وعلان زين هذولا يعني ما يعرفون الرشو حرام يعني رشوا بعض المسؤولين الفازدين عندنا بالعراق اصحاب نفوذ ضعيفة هم ليش يرشوهم ليش ياخذون خور عبد الله التميمي العراقي زين هم مو يجرون يعني هذا عراقي ليش يعني يقول والله العظيم عجوبة هذولا يقول انا من ناحيتي لو الدولة تسألني اقول احنا مسامحين مسامحين الفازدين العراقين لأن ضعفوا بحالة من الحالات وبوقت من الأوقات ضعفوا واخذوا رشوة ولكن من سامح من سامح ذولة الكويتيين اللي هم حثالة الحثالة وقذارة القذارة ونجاسة النجاسة اشلون يرشون الناس وياخذون خور عبد الله هو عراقي هي الكويت كلها عراقية وياخذون مقصر وياخذون وياخذون اش يتصورون يعني الشعب العراقي رح يسكت لا ما يسكت يقول راح نربي أجيالنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا بأن الكويت تبقى تبقى عراقية منا إلى أبد الآبدين منا إلى يوم يبعثون ومن خليهم يتهنون الكويتين أبدا ما ينامون متهنين أبدا وأجيب لهم مثل مثل الخروف اللي تخلي لجميع أنواع الأطعمة أمامه وتخلي أمامه ذيب ما يتسمن هذا الخروف ليش لأن الذيب أمامه لكويتهم مات أنا خليها الآن مترفها ولكن من خليهم ينامون متهنين لأن ميزن في أي يوم نطبلهم ندخل لهم بنهار أبيض مو بليلة سودة نجيهم بليلة بيضة يعني بالنهار ناس ما تستحي وين عقلكم وين عروبتكم طز بيكم وبعروبتكم طز بيكم وبمبادئكم اللي تحملوها ما استحيتوا ما خجلتوا والباقي عليك أستاذ لأن شوية أنا حقيقة تعبان وأعصابي تعبانة وأدل بك التمت قصير وأتمنى من الله أن يحفظك ويحفظ قناتك ومشتركيك ومشاهديك ونقول لك الله يوفقك أولا أخي عبد الله كل الشكر والتقدير إليك والله حقيقة إليك ولكل أهالي أبو غريب الكرام بس أنت ما خليت شي يعني شحشة أنا أنا أقول يعني الإنسان اللي يحترم نفسه الإنسان النزيح الإنسان الشريف اللي يحترم نفسه يسد بابه ويقعد ما يقبل ياخذ من حق الناس ما يعتدي على آخرين ولكن لكويت مثل ما قلت أنت يا أخي أبو عبد الله حثالة الحثالة وقذارة القذارة ونجاسة النجاسة هذولا حكومة قذرة ما إحنا من نتحدث على الشعب الكويتي لأن 3-4 الشعب الكويتي إذا موت 99% شعب طيب ما يقبل إنتوا قاعدين ببلدكم وإن الله منعم عليكم به النفط هذا والناس ده تيجي تشتغل عدكم وتخدمكم من كل الجنسيات اشتردون ليش تعتدون علينا ليش تعتدون علينا ليش تعتدون وتشترون خور عبد الله من أصحاب النفوس الضعيفة أصحاب النفوس الضعيفة الفازدين ليش تأخذونهم قصر ليش تدنون إنتوا حدودكم بالواحد وستين وين تقعدون هناك على حدودكم وتنشبون وما حد يجيكم ولكن ولكن البيكم ما يخليكم هسة أنا أيضا كقناة مستقلة ما أتدخل ولكن هاي قضية تهم وطني تهم شعبي تهم الأرض أرض العراق هذه أقول ما ألوم الذاك الرجال اللي طب عليكم وبليلة سودة ونعل سلفة سلفاكم والله تستاهلون أكثر من هذا حقيقة يعني تستاهلون أكثر من ذاك ذلكم ذلة ما صايرة لأنكم أنتو حكومة أذلاء حكومة حكومة أذلاء يعني أذلاء بمعنى الكلمة أنتو قاعدين بكويتكم ونفطكم خير من الله وأرصدتكم وده تشترون بعض بلدان العالم مصانع وتشغلوها وخير من الله الله منعم عليكم أحسن من ملايين من البلدان أحسن من آلاف من البلدان وقعدوا وقولوا الحمد لله والشكر تجون تشترون خور عبد الله من أصحاب النفوس الضعيفة أكو بالأراق أكو خوانا وأكو نفوس ضعيفة وأكو ناس أشرفوا من الشرف عندنا أشرفوا من الشرف قشمرته هذا في 2013 وهس هذا هذا الوزير الخارجية قشمرته وطيته وقبلها فتطيته أيضا للحلبوسي وطيته لهذا يعني ما أريد أذكر أسمائهم بالاسم وإنما نحن يعني إحنا نعرفهم إحنا نعرف الخوانا نعرف الأصحاب النفوس الضعيفة من العراقين بس إحنا نسامحيهم نسامحيهم ولكن من سامحكم أنتو الحقراء أنتو الأذلاء اللي اشتريتوا الضمائر اشتريتوا الضمائر الناس الميتة ليش تشترون هذولا ضعفوا عراقيين وضعفوا يعني ضعف إنسان يضعف ويقوى أكو إنسان قوي وإنسان ضعيف هاي إمكانيتهم حسن الكعبي وغير حسن الكعبي كلهم نعرفهم السياسين اللي يباعوا وخور عبدالله كلهم أسماهم عدنا موجودة بس إحنا نقول نسامحهم لأنهم مهم يكونون عراقين بس إنتو حثالة الحثالة وقذارة القذارة ما نسامحكم لأنكم دا تخربون العراق شفتوا العراق ملتهي بداعش وماعش والقاعدة وحرب طائفية صارت عدنا ومشاكل الدولة ما ملتهي التهيتوا إنتوا واستغليتوا أصحاب النفوس الضعيفة صدقوني مثل ما قال الأخ أبو عبدالله مثل ما قال الأخ أبو عبدالله ما تتهنون وما تنامون مرتاحين طول عمركم وأنا هم أجيب لكم نفس المثل خروف تخلي يم كل الأطعمة جميع أنواع الأكل وتخلي قدام قصاب لو تخلي قدام ذيب توقف ما يسمن هذا الخروف يبقى قلق لأن قدام القوة القوة الضاربة وهو القصاب لو القصاب نخلي أمامه لو نخلي أمامه ذيب فما يرتاح نهاية وأنتوا أيضا هماتنا أنتوا الخروف وعدكم كل شي وأحنا ذيب وأحنا القصاب إن شاء الله العراقين ومثل ما قال الأخ أبو عبدالله وأنا أكررها وأقولها وباستمرار رح نعلم ونثقف أجيالنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا بأن الكويت برمتها عراقية لابد أن ترجع الكويت وإذا راح ذاك المقبور ولو ما يستاهل أقول علي مقبور بس مقبور المهم راح لأن أذى شعبه تستاهلون أكو آلاف مثله مو آلاف أكو ملايين مثله ملايين مثله يطلعون قادة أبطال ويرجعون لكويت للعراق وما تفيدكم لا أمريكا ولا أمم المتحدة ولا كل شي وأنا بهذا الحديث ما لي من ما أشجع وما أترحم على صدام لأن صدام دمر العراق ودمر شعبه ووصلنا لهذه المرحلة ولكن قوة هذا دواكم أنتو لأنكم حثالة الحثالة وقدارة القذارة ونجاسة النجاسة شعب عربي نجس شعب عربي قذر يلا يا أخوان نقولكم مع السلامة وعاش العراق اشتركوا في القناة